هناك تواجه لدولة الرئيس ولنا في وزارة العدل قد تبنينا أن نذهب باتجاه بناء مدن إصلاحية الآن سيكون لدينا مدينة إصلاحية كبيرة يعني هو السجن لكن أنتم دعوهم بي مدينة إصلاحية نعم سيتضمن المحاكم ويتضمن مراكز الشرطة والمستشفيات وحتى الدور لحراس الإصلاحيين والقائمين على أمور السجن وكل المرافق المتعلقة بالمعامل والمنشآت ومرافق ترفيهية مثل ساحات وملاعب وتشميس وهذه الأمور هذه تم إدراجها ضمن موازنة 2024 وسنمضي بها إضافة إلى بناء مثلا مركز أو مدينة إصلاحية كبيرة في البصرة وحدة في الديوانية وحدة في كاركوك وكذلك الآن نعمل على فتح سجن مركزي أو مدينة إصلاحية في أمبار وكذلك في الموصل حتى نخفف العبع عن دوي النزلاء أهلاء الغربية هل تضم كل أنواع السجناء؟ هل أنت تتوصلون للمخدرات؟ لا طبعاً أكو معايير دولية لإيداع النزلاء تتعلق هذه التصنيفات دولية موجودة من قبل المنظمات المعنية بحقوق النزلاء لا بد أن يتم تصنيفهم وفق الأعمار وفق الجرائم ونوع الجريمة والتقارب العمري أيضاً الفئات العمرية وكذلك المناطق لذلك تشوفين قانون الإصلاح العراقي أكد على أن يكون في كل محافظة مدينة إصلاحية أو دائرة إصلاحية حتى يتم إيداع النزلاء من هذه المحافظة في هذا النزل حتى نخفف العبع عن كاهل ذوي النزلاء هذا الفكر أو الطرح؟ وذلك هسنا بدينا ما عدنا فقط في كاركوك في بصرة في تكريد وفي أمار وضعوا حجر الأساس يعني بديته؟ في كاركوك الآن التصاميم أحيلة إلى الشركات سيقدمون التصاميم عندما ينتهون من التصاميم وكل سجنة قد يستوعب يعني مدينة إصلاحية التي نريد نبنيها في الديوانية وحسب تصميمها طبعاً تصميمها تم إدراسها ضمن موازنة جداول 2024 سيكون مدينة إصلاحية متكاملة مثل مدنة الإصلاحية الأوروبية والأمريكية وقرار بأنه يحال إلى شركات أجنبية وليس شركات أراقية في التصميم وفي التنفيذ لأننا نريد نبني شيء نموذجي والموازنة المخصصة إليها أيضاً موازنة لا بأس بها نستطيع أن نقول بأننا نستطيع أن نفذ هذا المشروع بهذه الموازنة بمدة؟ طبعاً الآن التصميم يدرج لأننا نتكلم عن مدينة كبيرة بعدها في 2025 هذا الأمر طبعاً يكون على مراحل لأننا نتكلم عن هذه عن مدينة لكن لما نتكلم عن هذا جزء من مشارعنا قضية الاكتظاث في السجون هي أحد المشاكل الحقيقية التي نعاني منها فذهبنا باتجاه وضع خطة قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد وبعيدة الأمد في هذا المجال ووضعنا حلين وطبعاً هذا تم إقرارها من قبل مجلس الوزاري لأمن الوطني الحل القانوني تكمن في تشريع مجموعة من القوانين التي تخفف من الاكتظاف يعني عفو منها أولاً توسيع مفهوم الإفراج الشرطي لبعض الجرائم التي الآن غير مشمول بها ثانياً خلق قاعدة بيانات إلكترونية بين دائرة الإصلاح وكذلك السلطة القضائية ومجلس المستشارية الأمن القومي لكي النزيل الذي يتم الإفراج عنه يتم الانتهاء نفس يوم انتهاء مدد محكوميته يخرج ونبتعد عن المخاطبات اليدوية التي فيها بيروقراطية كبيرة لذلك تلاحظين يقولون النزيل أنتهى مدد محكوميته لكن لم يخرج لأنه نطلب هل هو مطلوب لجهاد أخرى أو لجرائم جديدة حصلت هذا معالجة ويصير بها ابتزاز لذلك عندما نتكلم عن الإصلاحات أحد فقرات المنهاج الحكومي إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للنزيل من يوم دخوله إلى السجن إلى يوم خروجه